قبل ما بنتابع المسلسلات والبرامج في رمضان لازم نكون عارفين ان شهر رمضان شهر مختلف ومميز عن باقي الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر العبادة شهر استجابة الدعوات شهر له فضائل كتير وطاعات لازم نعرفها ونعمل بيها ونستغل الشهر ده اننا نخرج منه أقرب إلى الله عشان كده هنتكلم في فقرتنا دي عن فضل شهر رمضان وازاي نستعد بطريقة صح لاستقبال الشهر الكريم وده اللي هنعرفه من ضفنا اللي منورنا النهاردة في البرنامج فضيلة الشيخ حسن الجنيني أهلا بحضرتك كيف ضيلت الشيخ منورنا النهاردة وكل سنة وحاياك بصحة وخير وحضرتك بصحة وسعادة يا رب المشاهدين عايزين نعرف بقى في البداية نتكلم عن فضل شهر رمضان وإيه اللي بيميزه عن باقي الشهور طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن الله طبعا هذا الشهر اختره الله عز وجل وفضله كثيرا كل الشهور كلها أيام الله سبحانه وتعالى حتى أن الله تعالى يقول وذكرهم بأيام الله الأيام كلها أيام الله سبحانه وتعالى أيام حتى هناك حديثة لا تسبوا الأيام فأنا الأيام لا تسبوا الدهر فأنا الدهر الأيام حاجة عظيمة جدا عشان برضو الناس في هذه الايام الطيبة المباركة يعني اسأل الله ان يجعلها ايام خير وبركة على امتنا في كل مكان فعلى الانسان ان يعرف قدر هذا الشهر حتى لا يفتر مثقال ذرة ان يأخذ فيه الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى الويل ثم الويل لمن ادركه رمضان ولم يغفر له جميع ذنوبه لابد الانسان ان يغتلم الفرصة كفاية بقى له عبث في رمضان كفاية ان احنا نعمل حاجات ربما تكون بعيدة كل البعد عن المنهج لابد ان نقرأ القرآن لابد ان نصلي لابد ان نتقرب الى الله طيب انا يجي يقول لي انا مثلا كنت بعمل دنوب بعمل معاصي حاجي في رمضان اه توب الى الله طب هل احنا يعني مهم ان احنا نجدد نية التوبة قبل شهر رمضان الانسان لابد ان يجدد التوبة كل لحظة كل حين كل يوم في كل يعني وقت يستطيع ان جدد ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه ده كلام سيدنا النبي فاني اتوب اليه واستغفروه في اليوم في رواية سبعين مرة مئة مرة توب الى الله توب الى الله حتى وان فعلت ما فعلت وان حتى وان ارتكبت الذنوب مهما ارتكبت حتى وان توب الى الله والتوبة الناس فهم ان التوبة خلاصة ما عطش حامله خلاصة لا هناك التوبة لها امور تحتاج الى حلقات وحلقات لان هناك ما هو في حق الواحد الاحد سبحانه وتعالى الله تعالى يعافو عن كثير كما قال القائل يا من اسى فيما مضى ثم اعترف كن محسنا فيما بقي تلقى الشرف وابشر بقول الله في تنزيله ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف حتوب الى الله سيغفر لك الله سبحانه وتعالى واني لغفار لمن تابه توب الى الله توبة نصوحة مش مجرد كلامي التوبة بعض الناس يقولك انا اتوبت الى الله وبعدين يعمل الاعمال السيئة واكل الميرات ويأكل اموال الناس بالباطل ويبدأ غزية بالحرام حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيل لنا يعني يعني يدعو الله بالليل والنهار يمد اديه الى السماء وما تعالوه حرام وما البسه حرام وما مسك فأنا يستجاب له وغذية بالحرام فأنا يستجاب له ازاي يستجاب له وهو مليء مليء بالحرام تكون من حرام كل لحم النبتة من حرام فالنار اولى به طب هو طبعا الصيام يعني رمضان مش بس صيام وصلاة يعني احنا في حاجات كتيرة بقى لازم نستعد لها يعني عشان نطلع من رمضان ده انه ربنا يبقى راضي عننا نعمل ايه يعني نقول للناس يعملوا ايه او يغيروا ايه فانفسهم اولا كان يا زاداخر رمضان لابد الانسان يتعلم من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعني شمر واجتهد يشمر ويجتهد بقى ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي رمضان يعني كأنه حتى في الصلاة قام من بيننا كأننا لا يعرفنها ولا نعرفه لما يكون في طاعة لله سبحانه وتعالى لابد ان تقدم الطاعة على الدنيا وما فيها اتى رمضان اظل لكم شهر كريم فيه تغفر السيئات الذنوب والسيئات والاوزار يغفرها الله عز وجل بالتوبة النصوح واللجوء الى الله سبحانه وتعالى واحدة عما يقول يا رب يا رب ايوة انت عملت بيا ربي يقول لك مانا بقول يا رب هو طيب انت بتقولها من قلبك اه الحمد لله من قلبي طيب انت بتصلي ان شاء الله ربنا يتوب علي يعني ما بتصليش لازم طبعا ده شهر الطاعات يعني لازم يعني انا اعجب كل العجب لمن يتكلم دون طاعة لمن يتكلم دون يعني ان يعني يعني يتقرب الى الله بشتى السبل يتقرب الى الله اذا نظرنا الى اهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظرنا الى ابا بكر الصديق الى امر بن خطاب الى عثمان بن عفان الى علي بن رضي الله تعالى عنهم اجمعين تدج للانسان يعني والله لا امن ما كان الله ولو كانت احدى قدميه في الجنة اما الى كده وبعدين يجيزين العبدين متعلق بيستار الكعبة يقول لك يا رب غارت النجوم ونامت العيون وانت الحي القيوم اقبلت توبتي فاونئ نفسي امردتها علي فاعزي نفسي ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ويعد يعني يتزلل الى الله انت انت ما نحن نعمل ايه ما علي زين العبدين اللى هو ابن النبي يعني الابن ابن ابن وابن البنت ابن ايضا يتزلل الى الله سبحانه وتعالى متعلق بأستار الكعبة الى اسماعيل يحكي لنا ويقول لك ايه رأيت شابا واضاء الوجه متعلقا بأستار الكعبة يناجي الله ويبكي ويقول يا ربنا غارت النجوم ونامت العيون وانت الحي القيوم اقبلت توبتي فاونئ نفسي امردتها علي فاعزي نفسي واما لي عيط بالله سبحانه وتعالى بيقول ايه ثم غشي علي يعني اغمع عليه من شدة التضرع الى الله خوف من الله فبقول ايه فاخذتني يعني نهفتنا عليه فنظرت في وجهي وبعد ما اغمي عليه وسقط على الارض وضع رأسه على رجله بوصفه فوجدته زين العابدين ثم سقطت دمعتين من عيني على وجهي فافاق فلما افاق قال ايه انا انا من اللي جابني هنا انا جرى لي ايه لا فيش كلام ده ومش عايز كله ده هو عايز ربنا سبحانه وتعالى فبقول اول ما سقطت دمعتين على وجهي افاق وقام فقال من هذا الذي اشغلني عن ذكر مولاي انت مين قال انا الاصمعي ابن بنت رسول الله الم يقل الله فيكم انما يريد الله لي يذهب عنكم الريس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال هايهاتا هايهاتا يا اصمعي ما دي الحاجات دي اللي بتؤدي الناس في ذاه يا بقى يقعدوا لك ربنا كريمه هنا ربنا رب قلوب واقل مرس اخته ربنا رب قلوب وهو ما بصليش ربنا رب قلوب فين اللي عملت في رب قلوب ده عملت فيه ايه قال انا الاصمعي يا ابن انت رسول الله ما هذا الجزع وما هذا ايه اللي انت فيه ده ده انت املا ما انت تقول كده احنا نقول ايه قال هايهاتا هايهاتا يا اصمعي ان الله خلق الجنة لمن اطاعه ولو كان عبدا حبشية وخلق النار لمن عصاه وان كان شريفا خرشية اه لم تسمع قول الله عز وجل شوف الكلام شوف الايات شوف العظمة لما يكون دي ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون دي ابن النبي يعتبر ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كده هايهاتا هايهاتا يا اصمعي طب احنا طبعا شهر رمضان ده شهر التسامح وشهر استجابة الدعاء اه الناس يعني احك برضو تقول ايه للناس يعني بنشوف اه الناس في رمضان اه صايمين وبيصلوا لكن ممكن مبقاش فيه سلة الرحم اه مش محافظين على سلة الارحم اه احك تقول يعني توجه ايه للناس دي او تدعوهم بايه يعني ان احنا عشان نبقى اه افضل يعني ادعوهم الى قول الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة يعني ايه السلم يعني الاسلام كافة بشموله وكماله ادخلوا في الاسلام بشموله وكماله اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرونا ببعض احنا انا اصلي واصوم واخشع وقتي مرش اختي واقطع رحمه والله العظيم انا اعجب كل العجب لمن يأتيه رمضان ورمضان ايه لمن يبيته ليلاته وهو عقل والديه ما هو طبعا ده المفروض يعني مش في رمضان بس بس احنا بنقول انه نبدأ برمضان ونكمل لانا بقولي ازاي يصل حتى رمضان وهو قاطع رحمه اذا كان يعني بر الوالدين يعني درجة علية من درجات دخول الجنة يعني الانسان اذا عصره فليعمل البار ما يعمل يريت نعرف كلام سيدنا فليعمل البار ما يعمل اللي بار بوالدين فلن يدخل النار وليعمل العاق ما يعمل فلن يدخل الجنة حتى وان صلى وان صام ايوة لو مات على ذلك ان لم ياتب الى الله سبحانه وتعالى يعني يجي واحد يقولك ابوي عصر كدر وخرف واحد يقول كلمة ازا كده ان العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة من سخط الله يخوي بها في النار اربعين خريفة يا اخي احترم اللي اكبر منك في السن فما بلك بالوالد الله عز وجل يقول وقد ربك ان لا تعبده الا اياه وبالوالدين احسان لم يقرن الله عز وجل كما اقرن الوالدين يعني بر الوالدين مع الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى انشكر لي ولوالديك ولوالديك ايوة مع الله سبحانه وتعالى ولوالديك إلهي المصير لأنه من عق والديه لم يطع الله عز وجل حتى وإن صام صلى وراح تعلق بأستر الكعبة وعمل تعمل إيه الأول يعني لابد أن تكون الأرض خصبة حتى ينبت هذا النبات لابد أن الأرض تبقى خصبة لو حاجة معطوبة لا يمكن أبدا أو عطبة لا يمكن أبدا تخرج من هذه التربة الطيبة أبدا لو خرجت لا يمكن أبدا مش هتخرج أبدا فأنت الأول شوف بيتك الأول شوف أنشكر لي ولوالديك ولوالديك إلي المصير ولذلك أي إنسان إذا مات وهو عقل والديه يعني أسأل الله أن يتوب علينا جميعا فما بالحضرتك باللي يأتي عليه رمضان وهو عقل والديه أقول لك أستوزع عني ماذا علك أي وإحنا عايزين فعلا نلحق نفسينا بقى قبل رمضان يعني بكل الحاجات اللي ممكن تكون فينا يا بنيا إني أرى في المنامي أني أذبحك أكتر من كده أكتر من كده طيب إزاي إزاي فضيلت الشيخ إحنا نخرج من رمضان ومطمئنين أو عارفين إن ربنا ترى إبل سيامنا وإبل كل الأعمال اللي عماننا فينا يا أخي ياريت كل الناس يبقى بعيدة عنه اللي يقولك يا إكام زي كده إنت يعني فلا تزكوا أنفسك إذا كان سيدنا النبي كان بعيط لله سبحانه وتعالى أبو بكر يقول له لا أمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة لو نادى منادن كل يدخل الجنة إلا واحد لظننت أني ذلك الوحدة عمر بن خطب رضي الله تعالى عنه الإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي يعرف الله سبحانه وتعالى دائما بين خوف ورجاء المؤمن بين خوف ورجاء يخاف من الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمة الله واحد يقولك يا عم أنت بتخوفنا لا والله أبدا رحمة الله وسعت كل شيء رحمة الله قريب من المحسنين رحمة الله تسعى الدنيا وما فيها وتسعى الناس جميعا لكن إنت عملت لهذه الرحمة إنت عملت لهذه الرحمة أي شيء لابد لهم المقابل ماذا صنعت ماذا فعلت دا لوح الأمل يجد بس يتمنى أو يرجو من الله القبول بس بس يا ربنا يعني يعني يتقبل من الإنسان إنما يتقبل الله من المتقين جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ أحنا بنشكر حيك كده عايزين قبل ما نختم دعاء من حضرتك كده للشهر الكريم اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أدركنا رمضان اللهم اجعله يا ربنا شفيعا لنا اجعلنا يا ربي من أهل باب الريان الذي لا يدخله إلا الصائمون اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلن به مننا اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والزكاة وصائر الأعمال الصالحة اجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلة اغفر لنا يا ربنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر اغفر لنا يا ربنا وارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفو عنا وتقبل منا واقبلنا يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من كان جائعا فأطعمه ومن كان عاريا فكسه اللهم أنزل علينا رحماتك وأنزل علينا سكناتك واجعلنا من الرشدين يا جبار السماوات والأرض إنك تسمع كلامي هذا وترى مقامي هذا لا يخفى عليك شيء من أمري نسألك يا ربنا مسألة الذليل ونبتهد إليك ابتهال المسكين سؤال من خضعت لك رقابته وسجدت لك جبهته وجرت لك عبرته اغفر لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء اللهم اصلح زيت بيننا واجعلنا من الرشدين اللهم ادركنا رمضان واجعله مغفرة لنا ومغفرة للذنوب والأوزار اللهم اغفر يا ربنا لكل مذنب ردنا يا رب إلى الحق ردا جميلة اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم امين يا رب العالمين